أخيرا يبقى التساعل ويظل السؤال فيما إذا كان تارنتينو سيختم مسيرته بختام مسك أم أنه سيخفق كما كان يخشى أن يحدث دائما في آخر مواضعنا لحلقة هذا اليوم نتحدث عن شركة وارنر بيرذرز حيث عرضت أول عرض دائر رسمي كامل وكذلك عدد من الصور الجديدة لفيلمها الجديد من بطولة الممثل الرائع هيو جاكمن والذي يحمل عنوان الذكريات دعونا نرى بعض اللقات الخاصة من هذا الفيلم بعد ذلك نعود للحديث وبتفاصيل أكثر عنه هذا الفيلم يأتي من كتابة وكذلك إخراج المخرجة ليسا جوي واللي يعرفها الجماهير على الأغلب في عمل تلفزيوني شهير جدا على منصة HBO يحمل عنوان وست وورد هذا الفيلم سيكون التحدي الأول لها في الإخراج وسيكون تحدي كبير جدا كون يحمل اسم ممثل ضخم ولا يستهان فيه مثل الممثل هيو جاكمن الفيلم مصنف على أن فيلم خيال علمي جديد يطرح الكثير من الأسئلة مثل لو كانت لديك القدرة على العودة بالذكريات الخاصة بك وربما التلاقب بها فهل ستفعل ذلك أم لا هذا العمل يحكي عن قصة عالم يؤدي دورة لممثل هيو جاكمن هذا العالم يكتشف تكنولوجيا قادرة على أن تعيد للماضي وخلاله يبحث عن حب حياته المقود في منظر دخول الممثل في العرض الدعائي إلى زجاجة مليئة بالماء هذا المنظر يشابه الكثير من الذكريات في المسلسل العلمي القديم واللي صدر في سنة 2008 مسلسل فرينج فهل يكون هيو جاكمن بداخل هذه الآلة من جديد ويحيي الذكريات للمسلسل الجميل نسبيا فرينج أم لا هذا الفيلم سيصدر في تاريخ العشرين من أوغست وهو الآخر قادم في دور العرض السلمائية وكذلك قادم على منصة HBO Max ويظهر أننا سنتابع الأعمال بشكل مستمر بهذه الطريقة إلى أن يأتي اليوم التي تنقر في دور العرض السلمائية وصلت تنافس كبير جدا على منصات العرض الرقمية أتمنى أن تكون تجربة ناجحة للمخرجة في أول أفلامها عموما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة